يقولون في كذب فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار هنا عمر الخطاب رد الله عنه رضا يوم جمعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تمام الوفاء نعم نعم العويل شديد فذكر النبي الله وذكر أبا بكر وقال إني قد رأيت أن ديكا في هذه الباب مسألة الرؤى والرؤى على ثلاثة كما تعلمون ويا الرؤية الحق تأول فتقع وقد أولها عمر الخطاب وهذه فيها دلالة على أن أصدق تأويل الرؤى أن تقع في القلب أن تقع في القلب في قلب الرأي وقال إني قد رأيت كأن ديكا قد نقراني نقرتين ولا أره إلا لحضور أجلي وإن أقواما يأمرون يأمرون أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافة والذي بعث نبيه بالحق وإذا قسم من غير أن يستقسم فإن عجل بأمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراد فأنا قال قال يعني ابن عمر كان تفقه فيما فعل عمر الخطاب لما ذكر عمر الخطاب قال نعم نعم عائشة قالت عن عمر الخطاب تصريحا أخطأ أو نسي الله أكبر نعم نعم ضع هذا في الصفحات يا أبا عبد الله ليتعلموا فقط القوم القوم فيه هوى هو الذي يحركه فأقول إخوتي الكرام أقسم من غير أن يستقسم والذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فأقسم للأمر الجلل العظيم فإن عجل بأمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راد قال الخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راد فابن عمر يقول لما ذكر النبي وذكر أبا بكر علمته أنه لن يعدل عن النبي بحال من الأحوال أن النبي جعل الأمر بالإشارة على أبي بكر عن رجح الصحيح وعندما قال ائتي أبا بكر وقال لا يأبى الله إلا أبا بكر وقال موروا أبا بكر فليصال بالناس فوجعلها في الستة الشورة توسط بين فعل النبي وبين فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ثم قال وإني قد علمته أن قوما سيتعالون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعل فأولئك عداء الله الكفر أضل الله الذين يضربون كتاب الله بعض وبعض وينكرون الرجب وقد بيّن أن النبي رجب وأن أبا بكر رجب وعمر رجب وقال أنها كانت آية في كتاب الله جل في علاه ثم قالوا أني لا أدعوا بعد شيئا أهم إلي من الكلال كان يصعب عليه الكلال حتى يعني غمزه النسلم في صدره وقال تكفيك أي الصيف أما تكفيك آية الصيف أي نعم أنا لا 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 تخافوا من جهة أمضي ولا تلتفت لا تخافوا لا تخافوا المسألة أنا ليس نظري في الأرض نظري في السماء ده لسه الكيد سيكون أكبر من ذلك الله أكبر اسمع اسمع ما قال الأستاذ عمر العزازي ويش يقول يا سيدي يريدون تخريب اللايف والطعن في حضرتك والترصب لك هدام الله ولو أرادوا الحق لبحث عنه ولكنهم ما أرادوا إلا الفتنة الله 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 أمر عجب أمر عجب عامة قد أقول إخوتي الكرام هذا خير هذا خير أكشفهم الله مرتين كشفهم عندما كانت المحاضرة وأثبتنا أن عقدتهم عقدت الرافدة وكشفهم الله لما لم يستطيعه الرد أخذوا قالوا اشتزأوا ده شفت بيسب الشفع وبيسبب الشفع عاي سبهم الشفع كمان هم يقولون بذلك يريدون أن يقولوا ذلك وليس له وأنا أقول لو الشفع ميالنا لخداع لأن نتحايل على الله نسخة الوادي بأخطأ الشفع ولو أبو قالوا ذلك أخطأ أخطأ أيضا أبو في هذا الباب المسألة عظيمة المسألة عظيمة وهم بإذن الله سنهدم عروشهم سنهدم عروشهم ليبقى التوحيد خفاقا عليه أقول إخوتي الكرام فقال الكلالة والنبي غلز عليه في الكلالة قالوا ما رجعت في شيء ما رجعت في الكلالة حتى طعن بإصباعي في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء إني أعش أقضي فيها قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن قال فإني أعش أقضي فيها فإن أعش يعني يزداد عمري أقضي فيها قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن شوف هو قال أن النبي طعن في صدره طعن وقال يكفيك فيها يعني آية آية الصيف ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فأنا بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وهذا الأصل أن ولي الأمر يهتم بتعليم الناس أن ولي الأمر يهتم بتعليم الناس هذه أهم وظائف ولي الأمر أن يهتم بتعليم الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويعدلوا عليهم ويرفعوا إليها ما أشكل عين من أمرهم أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين وهي التي قال فيها نفس سلم أن السوم والبصل شجرتين خبيثتين قال من أكل من هاتين الشجرتين خبيثتين فلا يقربن مساجدنا فلا يقربن مساجدنا الله حق فلذلك قال قد رأيت رسول الله إذا وجد رئحاها من الرجل في المسجد أمر به وهنا في هذا الباب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا أكلها من السوم والبصل فأمر به فأخرج إلى البقية أخرج إلى البقية ولذلك قال من أكلهما فليمتهما طبخا فليمتهما طبخا وهذا فيه إرشاد بيّن الحرمة سأكل الشجرتين وسمهما خبيثتين ومع ذلك لم يكون حراما لم يكون حراما فالخفص هنا المقصود به خفص الريح لا أنه محرم أو نجس ليس فيها نجاسة لذلك قال أن ملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن أerto الفائد المستنبطة لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا من عارف لا يكون من أهل الفضل من لم يعرف الفضل أهل الفضل وذكر عمر النبي وذكر أبا بكر قد يختلف العلم على السادة فيخطؤون الصواب هذا عندكم فائده الآن قد يختلف العلم على السادة فيخطؤون الصواب استغلقت مسألة مسألة الكلالة على عمر الخطاب القسم من غير الاستقسام الاستقسام من أجل من أجل إظهار الحق جواز عمر عفونا على المنكر بالرد في تحقيقي أخراجه من المسجد إذا أغلق باب إذا أغلق باب لابد أن يفتح آخر فقال كأنه قال رجل طيب وماذا أفعل لا أكل قال له أمته بالطبخ أمته بالطبخ إذا أغلق بابد أن فتح بابا أخر ولشيخنا همتون على تيثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همتون على تيثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي يتربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر